وضعك العاطفي مش مستقر يا قوس الوضع العاطفي مش مستقر عندك خالص خالص وبدون سبب وبدون داعي انا مش عارفة المشاكل دي جاية مني القوس حاسس ان هو مهزوم في العلاقة انه هو مش ماني مركزه كده انه شريكه يعني مش هقول مستدفاهه مش مديله امته اللي هو عايزها نفسه يبقى عنده السلاح العاطفة والعقل مع بعض انه هو يعرف يمشي الاتنين مع بعض تقريبا القوس يشغل دا يا ده يعني هو عنده يا دا ده معرفش يشغل الاتنين مع بعض فنفسه يشغل الاتنين مع بعض عشان يعرف يتعامل مع الشريك ده نفسه يكون قائد اكتر في العلاقة حاس انه هو مش قائد مش قائد هو مش بيعرف ياخد الانشاتف اللي هو انه هو يبادر بحاجه مش عارف يبادر يمكن يكون الشريك اللي معاك يقوس بورجو قيادي اوي فمؤثر عليك مخليك مش عارف انك انت مش مديلك المساحة بتاعتك فهم قصدي بس انت شايف شريكك ازاي شايفه عيله سعيده ميمدك بالعيله السعيده لو انتوا لسه مرتبطوش فانت شايف في العيله يعني العيله المستقبلية انت شايفه فيه صورة حلوة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك اما محتاج اجازة ان هو يطلع اجازة معاك او ان هو لو انتوا لسه مرتبطوش الجواز انه يحصل الفرح وتحصل الخطوبة على الاقل عايز يرتبط بك نفسه في ايه؟ الغريب قوي ان الكارت ده يظهر بالحته دي هو حاسس ان انت ظلمه على فكرة او حاسس انك انت مش فهمه صح انت مش مقيمه صح نفسه تفهمه صح انت مش فهمه لسه شايفك ازاي شايفك شخص بقدم كتير اوي بحب جدا وبيقدم كتير اوي معنى هو شايف ده معنى ان هو مقداره فدي نقطه كويسه جدا لكن الطاقة ما باكم يا قبوس عاملة كده بصوا عاملين ازاي دي اخناقه في شارع دي اخناقه كبيره يعني اخناقات كتير كتير كل شوية اخناقه اطلعه من اخناقه اخش اطلعهم من اخناقه اخش في اخناقه فليه كل اخناق ده؟ ما يعني ما تمشوا الدنيا يعني ابسط من كده شوية دلوقتي ممكن تكونوا في حال التوازن الشهر ده بس مش هيستمر كتير يعني انتو في عندوكو بصوا عاملين زي موج البحر كل يوم بحال يعني تتصافوا وتتخنقوا تتصافوا وتتصالحوا وتتخنوا نصيحتي ليكم بجد لو الخنقات ماشي برنامط ده خدوا بريك يعني مش بريك من بعض خدوا بريك مع بعض خدوا بريك من مشاكل وحاولوا تعملوا حاجه تسعيدك وانتو الاثنين مع بعض كوي شوية اخناقه طيب ما انا شايفه معانا لاحظت خدوا بريك بس كده وحاولوا تروحوا حتا مكان هادي تتكلموا فيه تتلعبوا فيه احملوا اي حاجه فيها مرح فيها حاجه كويسة كده حيقربكم من بعض بس انا بقولك لانا شايفه ياقوس شريكك شايفه انك انت مش فهمه صح مش مقيمه صح هو مش مش شديد عليك بالشكل ده او هو مش شخص عنيد او عنيف بالشكل الفضيع ده اه انت ممكن تكون مزودها شوية يمكن الله اعلم عموان في كلتا الحالتين اه انتو بتحبوا بعض الحب واضح هو شايف حبك ومقدروا وانت شايفوا العيلة والامان والسعادة العائلية فحتعدي الناس اللي هيسألوني هنسيب بعض لا ما حادش هيسيب بعض هتفدروا كده تتخانوا وتتصالحوا وتتخانوا وتتصالحوا بس مفيش مفيش حد هايبعد ومفيش حد هايسيب التاني ان شاء الله مكملين وحتصلحوا كل الحاجات اللي بين كل السغننة دي حاجات سغننة كلها شهر ده انا مخاطبه كويسين جدا بس افتري مشاكل نايمة طيب كويس يا دوني اه ما انا شفت فيه حالك بس مش يعني ان شاء الله تدوم بس انا شايف انه الموضوع فيه تأرجح جامد جدا احكي معي من شهرين عشان يا خناء والله يكتير عنيه ده معه وعنيه انتو الاثنين يعني بتعندو ده اوحش حاجة لعنات ده مشاكل ده اخته وخناء الشريك مزاجي اه حلو قوي السناجل زي ما هما يا مريم مكانك كله مكانه فيش جديد لا جديد الشهر ده كنت هقولكو ايه مفيش حد هسيب يعني اتخنقوا زمنتو عايزين العلاقه متملة ومفيش مفيش بوعد ومفيش اي حاجة من الحاجات ده الخارس حاني فانا كله شايف اخناه وهو قرار انه يبعد فترة مفيش منع اي هدير لو ده حيدي هديكو بريك شوية وحشوا بعض وتعرفوا قيمة بعض وغلاوة بعض عند بعض مش مشكلة يعني انا موضوع بريك ده بالنسباني مش مش ازمة بالعكس بيبقى كويس قوس مش عارفة ده صح ولا غلط يعني ايه مش فهم ما سؤالي كانوا اوكي ما احترامي قوس بس القوس بيطنش الدنيا والله يا ام حسن ده يعني دي نعمل عند ربنا لو يعرف فعلا يطنش الدنيا دي نعمة كبيرة جدا نحنة بسيحة هتو الزبط في الزواجة ولا لأ يا ميمي انا وضع عندي ان هي لسه مش مستقرة الشهر ده مش مستقرة بس الموضوع في ايديكو يا جماعة يعني انا بقول لكم مفيش حد هايبعد مفيش بعد مفيش انتصار مفيش طلق بعد الشر مفيش فسح خطوبة مفيش حاجة من الحاجات دي انتمتملين بس بتتخنوا بطير يعني حاولوا بس يعني تتفادوا اسباب اللي بتوصل للخناه بمعنى ان واحد شاف تاني متعصب ما يقفش في وشه ويقعد يحاول يستفزوا اكتر لا يحاول يبعد يقدر طيب خلاص انتي متعصبة دلوقتي انا هسيبك بس لبايت ما تهديه مش هحصل اي حاجة على فكرة خالص هتهدى وهتتكلم معها هتلاقيها شخصية طبيعية جدا مش مجنونة لكن هتيجي تقف في وشه وهي متعصبة هتسمعها كلا مش ظريف ونفسك الحكاية الناحية التانية هو داخل متعصب تقف في وشه تقوله حاجة تنرفسه اكيد هتتخنقه شايفان زعبه خلاص تاني شوية حبيبي مع شكلك متعصب طيوقتي متكلم بعدين الموضوع مش ضروري يعني يتأجل فاهمين قصدي عشان تتفادوا الكلاش دعا فاهمين قصدي اختاروا بس الوقت الكويس في المناقشات والحاجات دي نشوف باقي الحالة العامة للمجموعة التالتة والاخيرة لبورج القوس ابني صحي لحد دلوقتي يعني انا بجد مش عارف عامك نفسي ايه المجموعة التالتة عندهم ارتباط وارتباط تقريبا شكله جديد night of cups خلينا نشوف بس اول حاجة هنا القوس ماسك على مشاعره او ماسك على حاجة ماسك على اهتمام ماسك على وقت ماسك على فلوس ماسك على مشاعر في حاجة ماسك عليها بس ده لانه تقرص يعني لو هو ماسك على فلوس فلانه هو مقروس وبقى عارف قيمة الفلوس اللي معاه ومش عايز يحطاها في مكان غلط ويصرفها في المكان الصحة لو هو مشاعر فهو اخد برضو درس وتعلم كويس من علاقة سابقة ادى فيها مشاعر كتير قوي وخزل فقرر انه هو ايه يمسك في مشاعره كده وما يديهاش لحد بالسيل وانا اقايد هذا الموضوع ده جدا مافيش مشكله خالص صح نفس الشخص اللي عن المجموعة الاولى اللي كان اهو الصغير ده اللي عمالي يسحب تقطك الايجابية ياخدها دي ويديك سلبية مكانها ده مؤثر عليك بالخوف محسك بالخوف بيقلقك بش ايداعي للقلق على فكرة صحيح انا مش شايفة تطور في الحالة المادية بس شايفة انه الصحة الحمد لله كويسه مفيش مشكل صحيه بس هو في زعل في زعل فيه ندم والندم ده عن قرار يقوس الحيرة نفس الحيرة فيه قرار انت عايز تاخده قرار ده هتندم عليه هتحسن فيه ندم انت ندمت و اعملت خطوة غلط اوكي طيب نتفايد المادات ازاي لو فيه قرارات مهمة داخلين عليها شهر ده اجلوها لو ينفع لو تقدروا تأجلوها حاولوا تأجلوا القرار دي عشان تتفايدوا الندم ده ده فيه ندم انا شايفة حالة ندم يا رب ما تكونش حصلت قرار دي واللي لسه يعني ما حصلتش عنده لو فيه قرار هتقع فيه هيقع قدامك يعني الفترة دي اجلوه كويس طيب ده بقى هنا فيه هي مش علاقه جديده لا دي مش علاقه جديده ده ارتباط موجود بالفعل مع القوس مفيش اي جديد عنده شهر ده بالنسبه الارتباطات الجديده سوري لكن هو بيعامل شريكه بطريقة لطيفه و وزريف معي عكس المجموعة التاني ده اللي احنا شفناها ارتباط قوي جدا الناس اللي لسه ما ارتبطوش رسميا ما عملوش الحفلة بتاعت الخطوبة او حفلة الفرح بإذن الله هتتم مناصل الخطوبة والفرح اهي ان شاء الله هتتم عندك تحول يا قوس انت كمان واضح ان الارتباط ده هيحول حياتك وهيحول مجرى حياتك يمكن هتبقى اكتر التزام هتبقى اكتر التزام ممكن ممكن تكون بتقرب من ربنا حاجه حلوة قوي 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 ارية تحفة هلخصها بسرعة في هنا ماسك على حاجه لو انت مقلل اهتمامك بشريك او او بعيلتك او ان انت تنفق بفلوس خلي الموضوع وسطي شوية بس لو هو عن اهتمامك بعيلتك ارجوك اهتم بهم كفاية في شخص جنبك برضو بيوحي لك او بيدي لك مصريح مش كويسة او بيوحي لك بطاقات اجا سلبية حواليك وانا مش شايفة ان ليها داعي صراحة مسبب لك مخاوف اوكي في هنا ارتباط كويس بشريكك مرتبط بالشريك اللي معك جدا ومهتم بيه وبتعامل طريقة كويسة فيها جنتلنس كده في قرار انت محتار تاخده بس لو اخدت القرار وشكله بتصرعك المعتاد يا قوس هتندم هتقول يا ريتني ما عملت زي ما قلنا فيه هنا اتمام للفرح او الجواز او الناس اللي متجوزين ممكن تكون اجازة يعني هتلاقوا اجازة مع بعض هتغير من حياتك الارتباط ده اللي حيتم ارتباطهم الشهر ده اكيد طبعا للاحسن هتكون انا شايفة ان هتكون اكتر التزام شابو مرسية ميزن ميزان حاضر يا ليلة من عناية يا حبيبتي يا مونار الله يسلمي انتي وحشتيني جدا جدا طيب كده ميزان وجد بيتلبه كتير دي المجموعة الثالثة يا دينا الحمل يبراتي شوية كده لان انا قريته قردي فعايز اخلص بس الابراج اللي ما قرتهاش وهرجع للحمل تاني انا قريته قبل الصفحة ما تتقفل وتمسح للأسف فان شاء الله هقرهولكو تاني حبيبتي يا نورة مرسي يا روح اقا اقا كنت مقلوبة العزراء حاضر 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 مفيش انفصال يا نسرين خالص ولا انفصالة واحدة مفيش اي انفصالات محدش هينفصل قاعدين على قلب بعض البت مفصلش يا لحن الحياة شغلية لحبيبتي ايمان مفيش رد في ايه يا حبيبتي لولا بيز ممكن تشوفي ايمان بتقول ايه لان انا كنت في قرية والله ما شفتش الكومنت بتاعك خالص طبعا يا وليد يا انا من غيب على الله ونعمة بالله طبعا حمل حنعيده حاضر متى ميزان قرية جدا انا نحاول اختصر بسرعة عشان اخلص الابراج كلها بسرعة جادي انا شايفه الجادي بطلب كتير الجاوزاء انا قلتو يا ماريهان على يوتيوب ساعة لما الصفحة كانت مقفولة في الفترة دي ونزده على الصفحة الجاوزاء هتلاقي موجودة عندك حبيبتي هحاول اقطعه لك وكده وازبطه لك واشير لكم انه التحيات والحاجات دي اوكي طيب يا وليد قلنا لك طيب انه لا يعلم لا غيبة الى الله تشتم ليه طيب تعالي تعالي انت تعمل لك بان الريدي بلوك اوكي اوكي طب يلا نشوف الحادة العطفية بقى اه هذا خلاص ليه هد صح علاقة السلسية ومحتر اختارني اوكي حيه خلي بالك انك لو ماتصرفتش صح هتخسر الاثنين خلي بالك طيب اوه يجا الطلاق بين القس والميزان مفيش طلاق عند القس خالص يا صاحبة standard مفيش طلاق خالص ربنا هيدي القس طبعا حمل امتى هنعيده تانية رحب قريب حاضر العقراب حاضر اهلا بيكي يا سعاد وانا احبك سبح سبح يا شيمة ازيك يا روحي عندك وحش جدا ضعيف قوي فعلا يا انجل دي حقيقة الامترنت عندي مش كويس حتى الصورة سيئة الصورة سيئة جدا بعتزر عن اللايب النهاردة في مكلمة هتحصل بيني وبنتي ايدتها بعد ما نخلص اللايب مكلمة مش ظريفة طيب يلا نشوف الحالة العطفية للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة بورج الكوس الحالة العطفية من انا سوري مقلتش التواريخ ده من عشرة تحد واحد وعشرين ديسمبر بسم الله الرحمن الرحيم القوس عايز ايه؟ القوس عايز يجمد العلاقة يعني عايز يوسف صوتك القوس عايز العلاقة زي ما تقوله ايه؟ تقف كده وقف كده وقف هنا كده ثانية واحدة زي ما تقول ايه؟ دوس pause ثانية واحدة كده اه لا فيه اخناء دخل على اخناء دخل على اخناء عايز يتخانق عايز يتخانق وعنده جوا حاجات وعايز صلعها وفيه حاجات من الظريفة شايف شريكو ازاي شايفو شخص كريمي اوكي؟ كرمة لو حصل انفصار ان شاء الله فيه رجوع التقربة بينكم فيها مشاكل كتير تعب تعب جامد اوكي؟ شريكك عايز ايه؟ شريكك على وشك يقوم بخطوة لكن متردد من النتائج بتاعتي كويس؟ نفسه في ايه؟ نفسه يساعدك هو عايز يساعدك تمام؟ شايفك ازاي؟ ركزوا معي قوي بقى بشايفك ازاي؟ شايفك اما مصحور او محسود شايفك كده انت بتتصرف من غير منطق هو حاس انت بتصرف من غير منطق نفسه يساعدك اوكي؟ وانت عايز تتخاني شايفين الدنيا عاملة ازاي؟ عادة تاني القوس عايز ايه؟ مش عايز يعمل حاجة عايز يبدل قاعد كده ويوقف كده العلاقة وايه؟ وقفه وقفه في مكانك كده منبص كده نشوف ايه بيحصل هنا؟ اوكي؟ خناق عايز تخاني اوكي؟ شايف شريكك شخص كريم شخص كويس؟ شريكك عايز يعمل خطوة بس خايف من توابعها؟ ونفسه يساعدك الشكل اللي حت انتم مرتبطين ببعض ان الحاجة اللي هو متردد يعملها ومش شايف توابعها دي انه هو يساعدك بس خايف المساعدة دي ما تكونش صح شايفك ازاي شايفك مصحور او محسود؟ التقمة بينكم زي ما قلت لكم فيها تعمل 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 غير طبيعي اللي عنده اه لو الاراية ذي منطبقة عليكم بيس اكشفو اكشفو شوفو الموضوع لو حسد اقرو يا جماعة اقرو حصام نفسكم من الحسد اااا لما تشوفوا حد اااا اي حد قولوا معاوزتين جواكو البسوا خرز ازرق حاج حجر ازرق الفيروز حلو جدا للحسد لو موضوع حسد اه وشوفوا لو موضوع فيه سحر يعني لو موضوع كبر يعني معده مرحلة الحسد واسح يعني شوفوا ايه الموضوع بس الشيكك بيحبك يا يا قوس مش عايز يسيبك وعايز يساعدك داخلين على مغامرة الشهر ده فيه مغامرة حتعملوها وفيه معافاة الله اكبر فيه معافاة من تعب كانت طويل طويل تعب طويل ان شاء الله فيه معافاة منها وهتبتدي مشاعر جديدة تظهر بسم الله ما شاء الله انا اشعرت القرية حلوة قوي قوي ما شاء الله القرية افتكر واضحة ومفهومة يا حبيبتي يا اروى يا خلاصي على البنات العسليات اللي بيعجسوني دول طبعا يا لا ممكن اقولك بصي هو هجبهولي هجبهولي او هصوره وحطه في في الجروب دي دخلتي الجروب ولا لسه انا هزبط بس الجروب اعملت جروب جديد يا جماعة اسمه اسمه اميرا ايدلبي بنفس اسمي ده اسمه واقت يعني وبعد كده هغيره القوس في عمل القوس في عمل طيب خلاص خلاص وصلت المسج شوفي بقى زبطي امور كده لان هو ده نباوز لك العلاقة خاطس هنعمل بقى بيديوهات للبنات بقى علشان هما هنا فيه ولاد طبعا مش عايزين الهابل ده يعود لما نشوف مانيكير والونس والمايكوب والحاجات دي بنبقى نعمل لايف في جروب اسمه اميرا ايدلبي دوروا عليه حتلاقوه بحب الخناء بحب الخناء بحب الخناء اوسر انا عايز الخناء ايه ابنت ربنا نجيب خناء ده وجع قلبي اشيه لايك هنا حاضق خدي لايك يا ايمان خدي قلب طب يا جماعة انا الانترنت النهار ده مش مساعدني ان انا قرأ الاه مجانية معلش سامحوني والله فعلا مسي عبير انا كله صح هاي المسيا هلا ايلا بيوتو يا ايمان فروم تونيزيا صح منوراني راح قلبي انا شريك القوس عتمينه جدا هو القوس طب متشوفي كده يا عبير شكله محسود او او مصحور في حاجة عنده مش صح صحيح كلمة بشكرك يا روز كيمو انا مش روح انت بنت ولا ولد بس شكلك ولد او كيمو ابعت للصفحة بليز تروحوا الشيخ بتروحوا الشيخ يابا انا بيباني عندي في القرايات يعني انا ساعات في القرايات بتباني عندي بس انا مش عايز اقولوكوا كده عشان ما تبقوش انتوا جايين للقرايات عشان تكشفوا على حاجة زي كده لا متجلوش انا تكشفوا على حاجة زي كده بليز اكشفوا عند الناس منتخصصين اه شيخ تروحوا الشيخ يشوف في حاجة ولا لا ازا كان في صحر او حاجة او معامل الكورا لا صح فعلا طريق اختي كان كده بالفعل اوكي والحمد الله خافوا بقى كويس كويس او ناجيا عصري 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 دشتان حبيبت قلبي يعني اتليست معفراتك فالذكر حبيبتي ايه ازكوي ربنا كتير وكده واستخفاي كتير وعمل الحاجاتي كلها على فكرة بتزحق وبيق وبيخرج كل كلمك بشكرك يا هلا جدا جدا ده حقيقي تانكيو يا ساسو حبايب قلبي طيب ان شاء الله نعوضها اللايب اللي جاي نعمل اسئلة ليه يا انجل زعلنا ليه يا حبيبتي الانترنت وحش قوي يا جماعة والله وانا كل ده شغلت بالباقة بتاعت التليفون وحتفصل كمان شوية وزي ما انتم شايفين الصورة وحشة جدا قلت لي القسمالو بقى انا هقفل يا اسراء وعيدي بقى تشوفي بقى قسمالو برالي اسمعي كل حاجة حبيبتي يا ملك حبيبتي تسلمي لي عطو خنق وشريكي وشريك نيكا دي بصو لو هو نيكا دي غصب عنو بسبب السحر او الحسد اللي عندو ده معلش ازوري هو مش مش يعني مش بقى مش قصد هو ما يقصدش عشفي اframe ما اشكريك يا عزوزو قوي حبيبته قلب ربنا يخليك تسلميizations حبيبي يلا سابكو على خير صباحوا على خير وأشوفكو ان شاء الله حمله نطلع بكرة نقولали بكره نقول الثور نقول الثور نقولالتر وبا ولا الجدي نقولجدي نقولالجدي بالм et huvm janji comきます انشاء الله بكرة اوكي شوفكو بكرة حول اطلع بدري عن كدة كمان يلا نشوفكو على خير خلو بلا maxim妳 Un shoeh au هناك ميليا أمامر